بس ده الرد مرّب تجربة صعبة في المرض وانا فاكر انك سفرت ألمانيا آه عملت عملية كان عندي كنسر في مكان ما بس أحمد كان هناك وهو اللي أصر ان انا روح واعمل أحمد مين أحمد ابني وهو ألماني ابنك ألماني جنسي ألماني أولادك أديه أستاذ أبرحمن عندي مش بنت بقى دي متجاوزة ومخلفها أربعة صحر والدكتورة مي دي خديم الجنسية معاهم هي ولدة جنسية الكندية وبتدرس في جامعات كندا ما شاء الله صحر ومي وأحمد أحمد بقى خريج جامعة دقى المدرسة الموسيقى في فرايبورغ وكان بيعزف في حفلة فشافه وزير الثقافة الألمانية فجاب له الجنسية لعن الجنسية الألمانية دي صعبة صعبة جدا ابنك خدك وسفرت ألمانيا وعملت جراحة وقيل إن الجراحة اللي أنت عملتها الحمد لله ربنا يعني شفاك بداية صداقة بينك وبين الرئيس مبارك كان سأل علي؟ لا وما ليه؟ عشان نفس المرض اللي كان عندك كان عنده وكلمك سألك في التليفون لا صح لا بس مش الرئيس احكي لي بقى الموضوع دا دا جمال مبارك إيه بقى اللي حصل؟ قالوا له الدين يا مقلوبة الخبر دا دا ما عرفش انتشر إزاي دا هو كان على حدود التليفون إنه هو آه فكرتني أحمد كان في ألمانيا أيو فخد بوكي ورد وراح قدمه فكانت الرئيسة بتشكرني فاتصل بيا جمال مبارك لكن ما سألكش الرئيس بقى غيرك ساعتها عن العملية خصوصا أنك انت عملتها لا لا أنا ما قابلتوش أنا قابلت الرئيس مبارك في الاحتفالات اللي بتتعمل في أكتوبر كانت سنويا كده نعمل احتفال فعملت تلات احتفالات وبقى أذكر وانا بسلم عليه بيقول لي انت بتحفظ الكلام دا جزاي فحرمه السيدة سوزان مبارك ماتت على رحمة دي أنا قلت له أنا رجل مصرح لكن انت عملتو العملية في نفس المكان في نفس المستشفى في هادلبرج بس أنا اللي عملها الأول انت عملها الأول وهو ما سألكش شيء لكن لا 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 هو اللي أذكره ان جمال مبارك شكرني يعني على بوكيه الورد على اعتبار ان أنا أبو أحمد وقلت له ودي بوكيه الورد للرئيس بس أنا ما قلتش دعم للعمل ههههههههل شكرا